اشتركوا في القناة نفذنا وجاري تنفيذ 250 ألف وحدة اسكان بديل للعشوائيات بتكلفة تقديرية 61 مليار جنيه بالإضافة إلى 610 ألف وحدة سكانية وجاري التنفيذ فيهم تم تنفيذ 414 وجاري التنفيذ في 94 باسكان اجتماعي بتكلفة تقديرية 90 مليار جنيه والإسكان المتوسط سواء كان سكن مصر أو دار مصر أو مشروع جنة تم وجاري التنفيذ في 140 ألف وحدة سكانية بتكلفة تقديرية 54 مليار جنيه يبقى احنا بنتكلم في الإسكان الاجتماعي والإسكان المتوسط في 750 ألف وحدة سكانية بتكلفة تقديرية 145 مليار جنيه لما نضفلوهم زي ما فخمتك أشرت 250 ألف وحدة سكانية للسكن البديل يبقى احنا شغالين تم تنفيذ وجاري التنفيذ في مليون وحدة سكانية بتكلفة تقديرية 200 مليار جنيه ده بالإضافة إلى 250 ألف وحدة اللي حضرتك أمرت أن احنا بنشتغل فيهم في الإسكان الاجتماعي واللي أشار ليهم معالي وزير المالية سيادة رئيس اسمحوا لي سياداتكم اليوم أن نتحدث عن واحدة من أخطر الملفات التي طالما أرقت الدولة المصرية ألا وهي ملف العشوائيات غير الأمينة المناطق العشوائية غير الأمينة تدى التصدي لها بإنشاء صندوق تطوير المناطق العشوائية بالقرار الجمهوري رقم 305 لسنة 2008 وكان أولى مهمه هو إعداد الخريطة القومية للمناطق العشوائية غير الأمينة في 2010 واللي تم تحديثه في 2014 بتوجيه من فخمتك والأعداد اللي كانت صدرة في هذا التاريخ في 2010 كانت بتناهز 200 ألف لما حدثنا الخريطة في 2014 وابتدينا نشتغل فيها وصلنا لمتين اتنين واربعين ألف وحدة سكنية اللي احنا شغالين فيهم في الوقت الراحل تعريف المناطق غير الأمينة كما عرفها البرنامج للأمم المتحدة للمستوطنة عاصم احنا متفقين 250 دكتور مصطفى وخمسين تانين مناطق تمام فندم تمام فندم غير المتواصل تمام لا غير الاجتماعي غير الاجتماعي يعني بديل تمام فندم بديل هايجو يا فندم احنا ابتدينا فيهم المناطق غير الأمينة هي المناطق اللي بتفتقد يا إما السكن الملائم والسكن الملائم هو قد يكون سكن متصدع أو متهدم مساكن معرضة لحوادث السكة الحديد مبنية على خطوط السكة الحديد أو مساكن مبنية على مخاطر جيولوجية في الفوالق أو في مناطق متصدعة تحت سفوح الجبال أو مساكن مبنية في مخارات السيول أو تحت خطوط الضغط العالي أو تفتقد المساحات الكافية للمعيشة أو غير متصلة بمياه الشرب والصرف الصحي أو تفتقد إلى الحيازة الآمنة الخريطة تم تقسمها إلى أربع درجات من الخطورة دي الخطورة الدهمة ومع كل نوع من أنواع هذه الدرجات تم وضع السياسات التعامل بدءا من نقل السكان إلى وحدات سكنية في أقرب موقع إذا كانوا بيقعوا في مناطق خطورة على حياتهم سواء كانوا تحت سفوح الجبال أو ما إلى ذلك إلى التعويد المادي وتقنين الحيازة وتوفير المسكن البديل من سياسات توزيع المناطق دي كان على مستوى الجمهورية بيقع في 25 محافظة 357 منطقة ذات خطورة بتستحوز محافظة القاهرة على الحجم الأكبر 29% فتليها محافظة الإسماعيلية في الإسكندرية وأقل المحافظات كانت محافظة مطروح فأسيوت فمحافظة الشرقية 357 منطقة بما يشملون من 242905 وحدة سكنية تم البدء الحقيقي في هذه التصدي للمشكلة في 2014 إجمالي التكلفة التقديرية للمشروعات زي ما هو موجود قدام حضراتكم 61 مليار جنيه منهم أسعار أراضي فقط 23 مليار جنيه 38 مليار جنيه لتكلفة المشروعات إحنا تم تنفيذ 296 منطقة ب175897 وحدة سكنية بنسبة 73% وبإذن الله على آخر ديسمبر 2020 هيكون تم الانتهاء من 242905 بالإضافة إلى ده إحنا بتدينا من الآن في الوحدات الإضافية لـ 50 ألف اللي حضرتك أشرت عليهم سيادة الرئيس إحنا دلوقتي نقدر نقول أن إحنا عندنا 11 محافظة في جمهورية مصر العربية تم إعلانهم محافظات خالية من المناطق غير الأمنة بالإضافة إلى محافظة الفيوم وشمال سيناء اللي ما كانش الخريطة القومية رصدت فيهم أي من المناطق غير الأمنة فإحنا دلوقتي إجمالي 13 محافظة من 27 خالية وإن شاء الله بنهاية العام الحالي هيكون كامل جمهورية مصر العربية خالية من المناطق غير الأمنة أنا بس عايز هنا أشير لنقطة هامة فخامة الرئيس نوه إليها إحنا بنتكلم على مناطق الخطورة الداهمة إنما فيه المناطق غير المخططة إحنا عندنا 152 ألف فدان من المعمور المصري مناطق غير مخططة التكلفة اللي محتوطة قدام حضراتكو الـ 318 مليار دي فقط فقط علشان رفع كفاءة البنية الأساسية مش تحولها إلى بيئة عمرانية مناسبة القرارات اللي فخامة الرئيس أشار إليها إن إحنا فعلاً تعاملنا معاها بنوع من يعني لا تسمى غير التراخي بعض الشيء في التعامل والتصدي لهذه المشكلة سبب أعباء شديدة جداً على الدولة ويمكن إحنا كنا في الإسبوع الماضي مع دولة رئيس الوزراء في محافظة الجيزة بنتفقد بعض المحاور فخامة الرئيس اللي بنشقها في مدينة جوة الجيزة عشان نفك التجدسات العمرانية حجم التكلفة اللي الدولة بتحطها على نفسها عشان نواجه مشكلة واحدة ألا وهي مشكلة سيولة الحركة المرية بتضع المليارات الـ 318 مفهمش أبداً فتح محاور الحركة والعمل على تسييل الحركة المرية ففعلاً وجود انضباط في العمران هام جداً وزي ما احنا شفنا القاهرة بتستحوز على 29% من المشكلة وفي المناطق غير المخططة هي برضو القاهرة بتستحوز على الحجم الأكبر من هذه المشكلة احنا طبعاً شغالين برضو على ملف آخر ألا هو الأسواق العشوائية وجاري تطويرها ولكن الملفين دول مستمرين معنا هدفنا الرئيسي زي ما فخامة الرئيس وجه احنا مش عايزين بقى هذه المناطق تنمو وتكبر عن كده عايزين نحجم هذه المشكلة نتعامل معها ونقضي عليها ولكن لا نزيد من هذه المشكلة ونضع من الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية اللي تحد أو تمنع في المستقبل عدم ظهور مثل هذه المناطق لو خلينا مع حضراتكم نروح كده في جولة في الخمسة وعشرين محافظة اللي احنا شغالين فيهم قد يكون موضوعات الافتتاحات اللي احنا بنعملها بتتكلم على اسكندرية والقاهرة وبعض مشروعات التطوير المناطق غير الأمنة الكبيرة ولكن خلينا نشوف احنا شغالين فين على مستوى الجمهورية احنا طبعا من 2014 ل2020 قضينا على 296 منطقة في 25 محافظة عملنا 175 897 ألف وحدة سكنية بتكلفة 39 مليار جنيه انا برضو عايز هنا انوه لنقطة مهمة ال39 دول ما تم انفقهم بالفعل احنا في الجاري تنفيزه لو ضفنا اليه الجاري تنفيزه وما تم انفقه على الجاري تنفيزه احنا بنصل الان واحنا واقفين قدام حضراتكم ل52 مليار جنيه تم انفقهم على هذا الملف هنروح في صعيد مصر نشوف احنا عملنا في عشش محفوظ بمحافظة المينيا 890 وحدة سكنية بتكلفة 105 مليون جنيه انا بس ارجو من حضراتكم تبصوا على جانبي الصورة الوضع قبل التطوير والوضع بعد التطوير احنا عشان وقت حضراتكم هنعرج على المنشروعات عشان نشوف محافظات مصر المختلفة الوضع كان عامل ازاي وبقى ازاي ده السماكين في محافظة سهاج 207 وحدة سكنية بتكلفة 40 مليون جنيه طبعا التكاليف هتلاقوها مختلفة لاختلاف المكان واختلاف طبيعة الارض واختلاف الفترة الزمنية اللي نفذنا فيها المشروع بداية من 2014 ودي وحدات سكنية تم تنفذها على نيل مصر الصحابي بمحافظة اسوان 144 وحدة سكنية بتكلفة 30 مليون جنيه طبعا شايفين الشكل قبل التطوير وبعد التطوير في محافظة البحر الاحمر في الغرداء 850 وحدة سكنية بتكلفة 250 مليون جنيه روضة القصير بمحافظة البحر الاحمر 76 وحدة سكنية بتكلفة 30 مليون جنيه طبعا حضرتكو شايفين الاختلاف في الطابع العمراني والمعماري بما يتلاقم مع طبيعة المجتمع المحلي كل مجتمع محلي بنتصدى ليه بالشكل الملائم لطبيعته الاجتماعية والاقتصادية روضة القصير 76 وحدة سكنية بتكلفة 30 مليون جنيه روضة سفاجة 234 وحدة سكنية 85 مليون جنيه راس غارب 546 وحدة سكنية بتكلفة 320 مليون جنيه حلايب 500 وحدة سكنية بتكلفة 230 مليون جنيه الشلاتين 1500 وحدة سكنية ب670 مليون جنيه لو انتقلنا الى اقليم القناة عشس الصفيح اليهودية بمحافظة سويس معذرة ان هي اسمها كده 336 وحدة سكنية 40 مليون جنيه شايفين حضرتكو برضو الاوضاع قبل وبعد التطوير القبوطي في محافظة بورسعيد 1440 وحدة سكنية بتكلفة 155 مليون جنيه ويمكن محافظة بورسعيد هي اولى المحافظات اللي تم اعلانها خالية من المناطق العشوائية هجوجه اصلاح والجنين برضو بورسعيد 860 وحدة طبعا ما كانتش وحدة سكنية دي كانت عشاش حضراتكو زي ما انتوا شايفين وضع غير انساني لا يقبله اي احد بتكلفة 210 مليون جنيه وهذا النموذج يعني حاجة نفتخر بيها زرزارة 1 و 2 و 3 2760 وحدة سكنية بتكلفة 390 مليون جنيه المنظر ده كان في وسط المباني السكنية في وسط مدينة بورسعيد متخيلين ان يتحول الى منطقة حضرية متورة بشكل يفخر باي حد في بورسعيد الروايسات ومحافظة جنوب سينة 496 وحدة سكنية ب315 مليون جنيه انتقل الى الدلتا الكندلية بمحافظة الغربية 168 وحدة سكنية ب95 مليون جنيه انا برضو حابب ان حضراتكو تشوفوا ان احنا شغالين في كل ربوع مصر مناطق غير الامنة مش بس مركزة في منطقة واحدة او هي عبارة عن مشروعات كبيرة في الغالب الاعم زي لئنا بنفتح التحها النهاردة هي الخريطة القومية كلما رصدت منطقة في ربوع مصر توجهنا اليها وتعاملنا معاها كسارة رشيد في محافظة البحيرة 117 وحدة سكنية بتكلفة 25 مليون جنيه بشاير الخير طبعا في محافظة اسكندرية 3317 وحدة سكنية 10 مليار جنيه طلومبات الماكس 215 وحدة سكنية ب35 مليون جنيه تقليم القاهرة الكبرى روضة السيدة زينب في محافظة القاهرة 816 وحدة سكنية و198 وحدة تجارية بتكلفة 330 مليون جنيه أهلينا بمحافظة القاهرة لتسكين سكان مناطق عزبة أبورجيلة ومحور طرعة الطوارئ ومنطقة عرب الحسط 1096 وحدة بتكلفة 600 مليون جنيه منطقة الزبالين في 15 مايو اسمحوا لي هنا 1000 وحدة سكنية ب17 مليون جنيه هذه المنطقة هي الأصيبت في موجة الأحوال الجوية غير المنتظمة في فبراير كان تم عمل سدود لمخر السيل ولكن الأحوال الجوية السيئة اللي حصلت في فبراير جابت كمية مية أكبر من المعدلات الطبيعية نحرت في الجبل وقدت إلى تدمير لبعض هذه المنازل وفخامة الرئيس وجه أن احنا نعيد عمل مشروع لهذه المنطقة وان شاء الله هتشوفوا حضراتكم في المشروعات الجارية تنفيذها موقفه ايه؟ احنا تحركنا فيه المحروسة 1-2-4-913 وحدة سكنية ومية تسسعة وعشرين وحدة إداري وتجاري بتسعمية واربعين مليون جنيه المشروعات الجارية تنفيذها احنا شغالين في 54 منطقة بتكلفة 22 مليار جنيه ودول ان شاء الله ينتهوا بنهاية العام الحالي السكن البديل بمنطقة مسلس ماسبيرو 918 وحدة سكنية بتكلفة 71 من 10 مليار جنيه وهنا انا برضو عايز اقول لحضراتكم مع ان احنا لسه شغالين في السكن البديل الا ان المنطقة تم القضاء على الخطورة الدهمة احنا مجموعة الاهالي اللي كانت سكنة هنا ياما تنقل جزء منهم الاسمرات ياما منهم خد تعويض مادي وخد وحدات سكنية عندنا في بعض المدن الجديدة او بمعرفته واللي هيرجعوا للسكن البديل اللي احنا بنهولهم في مسلس ماسبيرو بيحصلوا على قيمة ايجارية لحين الانتهاء من المشروع والعودة فهو المشروع جاء تحت التنفيذ ولكن القضاء على مشكلة الخطورة الدهمة تم القضاء عليها مشروع السلام ارض الانتاج الحربي لتسكين مناطق عزبة ابو ار نوبطن البقرة جزئي وعزبة ابو حشيش 4171 وحدة سكنية 475 وحدة اداري 292 وحدة تجاري بتكلفة 1.7 مليار جنيه التكاليف اللي مسكورة على كل مشروع هنا دي بدون تكلفة الارض تكلفة الارض مجمعة 23 مليار جنيه انشاء تجمع بمشروع معا في حي السلام 4.416 وحدة بتكلفة مليار جنيه لتسكين مناطق رملة بلاء وبطن البقرة جزئي وعزبة ابو ارم جزئي ارض الخيالة في البستين 2520 وحدة سكنية بتكلفة 1 مليار جنيه وان شاء الله ينتهي في اغسطس 2020 ده تطوير منطقة ظهرة 15 مايو اللي احنا تكلمنا عنها اللي اصابها مخر السيل فخامة الرئيس وجهنا احنا بنبني 1008 طبعا 1008 وحدة مش هم اللي اصابهم ما تم اصابته في الاحوال الجوية السيئة تقريبا 300 وحدة سكنية فخامة الرئيس وجه ان احنا نبتدي نشتغل في عدد اكبر من اللي تم اضرارهم والموقع يتحمل امتدادات مستقبلية مخططة مش بس مناطق يسكنوا فيها احنا وصلنا للدور التالت فخامة الرئيس زي توجهات حضرتك وان شاء الله زي ما وعدنا فخامتك في مارس 21 هيكون تم الانتهاء من هذه المنطقة انا بس عايز اسمح لدكتور عاصم وقفوا عند الرقم بتاع الف وحدة ب600 مليون جنيه يعني الوحدة السكنية متكلفها 600 ألف جنيه الوحدة السكنية متكلفها 600 ألف جنيه بدون تمن الأرض والمرافق اذا كنت فاهم انا بقول كده للمصريين ليه يعني ده معنا ان الدولة المصرية بكل ظروفها الصعبة ديت وقفت جنب أهلها وبتدي الشقة اللي تمنها 600 ألف جنيه لمواطن عشان هو كان عايش في منطقة خطرة سواء بقى الدولة بخدت بالها منه ولا مخدتش على مدى السنين اللي فاتت لكن لما حصل خطر تدخلنا بقول 600 ألف جنيه 600 ألف جنيه دول لما يتحطوا في البنك يجيبوا تسع مش كده 9 ألف جنيه في الشهر طب الميسور اللي مخدش خلاص الحمد لله انك انت يعني مش محتاج لكن الباقي ده نسيبه كده زي ما كنا زي ما كان موجود انا حبيت بس اقف وحتلاجد لو كل نسبة من النسب اللي اترحت قدامكو في كل واحدة زكنية يمكن كانت في 2014 دي الشقة دي ب300 ألف جنيه قبل التعويب لكن النهار ده احنا بنعملها في الظروب بتاعدنا بقول 600 ألف جنيه للشقة 600 ألف جنيه يعني 90 ألف جنيه في السنة مش كده يعني يا طارة بقوله مش من ولا حاجة ولكن انا بحب دايما اشاور على بعض الموضوعات الصغيرة خالص ننتبه لها اللي بيتفرجوا معنا بيشوفوا الكلام ده ولما البرامج تتكلم ينتبه ان كل اللي بنتكلم عليه ده وما تيجي تتكلم في 250 ألف شقة بتقدمهم للناس انت التمن اللي انت بتاخده انت بتاخد حق السيانة عشان نفضل نحافظ على الأسانسير اللي موجود وعلى يعني الحالة الفنية اللي عليها المنشآت لكن احنا ببناخدش مقابل منك احنا ببناخدش مقابل منك لو ناخد مقابل منك يبقى الشقة دي جارها 5-6 تلاف جنيه في الشهر تفضل يا فنية شكراك فنم يعني برضو لو تسمح لي فخامتك احنا بتكلم على 600 مليون جنيه دون اضافة تكاليف الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية اللي موجودة في المنطقة غير تكاليف فرص العمل حضرتك زي ما امرت المنطقة فيها احواش لنموذجية لتربية الحيوانات الخاصة بهذه ويتم التنسيق فيها مع وزارة التنمية المحلية ووزارة البيئة ووزارة التضامن الاجتماعي كما ان فيها مناطق لصناعة الفرز والمخلفات الصلبة عشان يبقى المكان عبارة عن وحدة انتاجية ليس فقط مكان اقامة غير لائق ولكنه تحول لمكان اقامة لائق بفرصة العمل المناسبة لطبيعة السكان ولوظفتهم مشروع اهلين اتنين لتسكين سكان المناطق العشوائية التي يتم فتح المحاور فيها ودي برضو لو تسمح لي فخامة الرئيس انا عايز اتوقف هنا على الف مليار وتمانية مليون جنيه احنا بنبني بيهم في منطقة اهلين اتنين في السلام عشان مشروعات التطوير اللي بتقوم بيها الدولة من شقة المحاور قد يكون في محافظة القاهرة فقط ببعض الوحدات بنضطر لازالتها فهذه المناطق معمولة لتعويض السكان اللي بيداروا من فتح المحاور فاحنا مش بس تكلفة محاور الطرق وانشاءها هي التكلفة المباشرة اللي على الدولة ولكن ايضا تكلفة السكن البديل لهذه المحاور والكلام ده موجود هنا ده لسكان محافظة القاهرة وهنقول برضو لحضراتكم ما يتم في محافظات مصر المختلفة في كل محافظة منطقة بنعملها دلوقتي حاليا بتوجيهات فخامة الرئيس وتوجيهات رئيس دولة رئيس الوزراء عشان المناطق اللي بيتم فيها فتح محاور التنمية عشان كده بنقول مشكلة العشوائيات بتضع أعباء كثيرة جدا على الدولة للقضاء على بعض آثارها وليس آثارها كلها تحويل كابلات ضغط عالي وهوائية في منطقة السلام 11200 وحدة سكنية تحت خطوط الضغط العالي تكلفة 750 مليون جنيه بتقدم 56 ألف نسمة موجودين في 12 منطقة تطوير وإن شاء الله بنهاية الشهر الحالي بيتم الانتهاء من هذا الموضوع لا عايزين نشرح لهم النقطة دية دكتور عاصم ودكتور شكر موجود معنا أنا بس عايز أقول للناس اللي موجودة معنا هنا في القاعة واللي بتتفرج علينا إحنا نتيجة أن البناء غير المخطط كانت الناس بتبني تحت خطوط الضغط العالي وده كان ليه تأثير مضر جدا على الصحة العامة للناس اللي سكنة بالطريقة دية فقلنا لا إحنا البرنامج من ضمن أهدافه إن إحنا نزيل كل الأخطار بما فيه حتى الخطر ده يعني بغض النظر عن كفاءة المساكن اللي موجودة هنا لا إحنا قلنا حنشيل خطوط الضغط العالي من فوق مباني الناس والنزلة كده الـ 11 ألف وحدة دول عشان نعمل الكابلات تحت كده بتكلفنا مليار إلا ربع مليار إلا ربع أنا بس عايز أقول ليه في اللقاء الأولاني أو في الجزء الأولاني من اللقاء لما قلت إن إحنا مش هنسمع مرة تاني بالمخالفة لأن إحنا ثبت بالتجربة إن إحنا لما نتصدى ونعمل للناس مباني متخططة وفيها كل الاشتراطات أقل تكلفة علينا من إن إحنا نواجه أثارها وأثارها بالمناسبة ما تقدرش كل حاجة نقدر نعمله أنا بس عايز أقول لكم لو شفتوا أي مباني بحيطة بالمباني اللي الدولة بتعملها سواء كان إسكان لمناطق خطرة أو إسكان اجتماعي أو إسكان دار مصر لن تجدوا حد بيعمل مشروع وأنا أسف إنه بقول كده عادة طبعا المطورين العقاريني الكبار يعمل مشروع بالشكل ده ويجهز البيت أو العمارة بالشكل ده والمناطق المحيطة بيها والطرق وكلام من هذا القبيل فخلونا إن إحنا نتوقف بقى عن موضوع البناء الغير المخطط ونبتدي ننظم بلدنا وحنتيح لكم الفرصة للناس اللي عايزة شواء حتاخد شواء الناس اللي عايزة تاخد وتعمل مشاريع والبيع للناس حنتحلها في اشتراطات محددة بصراحة بصراحة إحنا حنكون حازمين واشتراطات البناء اللي حتتعامل حتبقى في منتهى منتهى الحزم والقسوة لغاية لما نتغلب على اللي إحنا فيه ده اللي إحنا فيه ده أمر مش موجود غير في بلدنا أو في البلاد اللي زينا وإحنا ما نقدرش نستحمل كده استحملنا السنين اللي فاتت بأمل لغاية طريقة السويس في أهلنا في المكان اللي هو مش عايزة أقول الإسم يعني عايزين ألفين واحدة ألفين واحدة يعني أكتر من مليار جنيه ولا مليارين جنيه مش كده يا دكتور عاصم عشان أفتح طريق اثنين كيلو عشان أفتح طريق اثنين كيلو وأنا بس بقول الكلام ده عشان ننتبه إن إحنا مش لما حنقول يبقى فيه صلابة في الموقف وشدة من الأجهزة سواء كانت التلمية المحلية والوزارة الداخلية ولا أي حد تاني هو الهدف منها حماية وطن حماية وطن وناس من إن إحنا نعيش كده لدرجة إن إحنا نسينا الصح نسينا الحياة الحقيقية للبشر فضل إفن يعني برضو في هذا الموضوع وبنوجه شكر لوزارة الكهرباء الدكتور شاكر طبعا المبلغ ده وقت مخفض 150 مليون جنيه تكاليف وزارة الكهرباء خدتها على عطيقها حيث إن المشروع لخدمة المناطق غير الأمنة مشروع تطوير عشة الشارع السودان وتخيلوا ده حضراتكم المنظر ده كان موجود فيه المهندسين 120 وحدة سكنية بتكلفة 25 مليون جنيه مشروع تطوير منطقة سن العجوز إنشاء 104 مرة بحداثة أكتوبر منطقة سن العجوز طبعا عدد الوحدات السكنية اللي فيها أقل من 2500 بكتير إنما فقامة رئيس ودورة رئيس الوزراء وجهونا إن إحنا نعمل هذه المنطقة لاستيعاب برضو أي زيادات أو أي أعمال تطوير في محافظة الجيزة إحنا شغالين في 2500 وحدة بتكلفة مليار وربع إن شاء الله ننتهي منهم في مارس 21 وإن شاء الله في أغسطس القادم الشهر القادم بنبتدي في 2500 وحدة آخرين في هذا الموقع الموقع في مديد حضرات أكتوبر عشان يبقى خمس 2000 قلنا بقى يا دكتور سيبي الصورة دي دي أكده نتفرج عليه سيب الصورة دي نتفرج عليه ده اللي إحنا كنا فيه وده اللي إحنا راحين له إن شاء الله ده اللي إحنا بنيناء يا فندم أنا عارف أنا عارف أنا عارف أنا بقول بس سيبهم من فضلكم ما تنسوش السور دي وما تردوش أنها تتكرر تاني ما تسمحوش أنها تتكرر تاني شكرا شكرا منطقة عزبة حرب بحري وإبلي في بولاء الدكرور 180 وحدة سكنية بتكلفة 45 مليون جنيه تطوير منطقة بمدينة حلايب دي مرحلة تانية جارة تنفيذ فيها 500 منزل بتكلفة 230 طبعا شايفين احنا 500 منزل تكلفتهم 230 مليون جنيه لان احنا بنبني مباني منفصلة تتلاقم مع طبيعة السكان المحليين في المنطقة وفي الشلاتين ايضا 1500 منزل بتكلفة 670 مليون جنيه تجاري العمل فيهم مدينة العمال بالمينيا 414 وحدة سكنية و44 وحدة تجاري 80 مليون جنيه ان شاء الله تنتهي منهم هذا الشهر 62 منزل بدوي ومحطة صرف صحي في الطور في جنوب سيناء 62 وحدة سكنية بتكلفة 55 مليون جنيه عشان 62 وحدة بس يعني احنا مدخلين على 900 ألف جنيه تكلفة الوحدة البديلة الوحدة وتنتهي ان شاء الله في الشهر الحالي ان شاء عمرات سكنية ده منطقة الطابية بمحافظة مطروح 64 وحدة سكنية بتكلفة 40 مليون جنيه منطقة تطوير شمال وجنوب الصيادين بمدينة راس البر وانا برضو حابب اتوقف هنا دي 220 وحدة سكنية ده المنظر قبل التطوير وده المنظر بعد التطوير تكلفة 95 مليون جنيه لو سمحت ان شاء الله الشهر ده ينتهي ده المنظر حضراتكم على نيل مصر في حتة من أحلى بقاع مصر اتنقلوا من هذا المكان إلى هذه العمرات السكنية سيد الرئيس لعل هناك عدة رسائل مهمة ونتائج أفرزتها التجربة المصرية في تطوير المناطق غير الآمنة والعشوائية اسمحوا لي استعرض مع حضراتكم أهم هذه الرسائل الرسالة الأولى وتتعلق بثقة المواطن المصري في إدارته فعلى مدى أزمنة سابقة لم يتم تحقيق أي تقدم ملموس في هذا الملف الشائق وكانت أزمة الثقة هي الصخرة التي تنكسر عليها كل محاولات التطوير بينما نجحت هذه الإدارة في كسب ثقة المواطن وكذا إشعاره بالأمن والطمأنينة وأن خروجه من مسكنه غير الآمن هو حماية له وليس طمعا في أرضه وأنه سيعود إلى مسكن ملائم يتمتع بجودة الحياة بعد أن كان مهددا دائما بالموت إما تحت صخرة أو صعقا بأسلاك الضغط العالي أو أن تجرفه السيول هو وأسرته الرسالة الثانية أن الدولة المصرية لم تبخل على مواطنيها فأنفقت المليارات زي ما قلنا الحضراتكم 61 مليار جنيه بلا أي عائد مادي مباشر سوى تحقيق فريضة غابت منذ عقود وهي العدالة الاجتماعية وتوفير الأمن والطمأنينة للمواطنين الذين عانوا على مر العصور لم تبخل الدولة أن تبني لصيادين بسطاء في صعيد مصر في سهاج وكذا في راس البر وحدات سكنية تطل على النيل مباشرة ولم تبخل على أهل اسكندرية بعمارات التنطل مباشرة على بحيرة مريوت الرسالة الثالثة أن الإدارة الحالية لم تقم ببناء عمارات منفصلة صماء تنعدم فيها الروح واللمسة الجمالية والخدمات ولكنها أنشأت مجتمعات سكنية حضارية تتمتع بكل الخدمات في مشهد يضاهي أفضل الوحدات التي تنفذها شركات الاستثمار العقاري الرسالة الرابعة أن الدولة لم تهتم فقط ببناء الحجر في سعيها لتطوير المناطق غير الآمنة والنهوض بأحوال أهلها ولكنها أيضا سعت لتطوير البشر فاهتمت بتوفير فرص العمل المناسبة وبناء أفضل المدارس ودور العبادة ومراكز الشباب وكذا المؤسسات الاجتماعية لتوفير بيئة آمنة لمواطن سوي الرسالة الخامسة أن الدولة لم تتصدع منفردة لهذا الملف المهم وإن وقع عليها العبو الأكبر ولكن هذا النجاح كان أشبه بسنفونية عزفتها جميع جهات الدولة سواء الوزارات الحكومية وفي مقدمتها وزارة الدفاع أو المحافظات هذه الوحدات التي يتم تأسسها لمستحقيها بالأساس والأجهزة الكهربائية التي أسهمت فيها منظمات المجتمع المدني في سابقة تحدث لأول مرة الرسالة السادسة هي الالتزام والانضباط والحفاظ على ما تحقق فها هما المرحلتان الأولى والثانية من مشروع الأصمارات خير شاهد على أننا معا نستطيع أجل سيادة الرئيس نحن معا نستطيع نستطيع أن ننجح نستطيع أن نحافظ على نجاحتنا نستطيع أن نبني نستطيع أن نحافظ على مبنينا عبر نظم متضبطة للإدارة والصيانة والمتابعة والمرقبة الرسالة السابعة والأخيرة واسمح لي سيادة الرئيس أن أقتبسها من عبارات سابقة لفخامتكم حيث استطعنا بإرادة سياسية والقرار واضح من سياداتكم أن نحول ما كانوا يعايروننا به إلى مثار فخر لنا نعم سيادة الرئيس ألم يكن بعض أعداء هذا الوطن يعايروننا دوما بتل العقارب فصارت روضة السيدة بترزها المعمار الفريد ما صار فخر وزهوا لنا جميعا ألم يعايروننا بأهلنا الذين فقدوا أرواحهم أسفل الصخرة بمنشية ناصر منذ سنوات وها نحن بالأمس واليوم نفخر بالأسمرات وهكذا في كل نقطة أو بالأضق في كل وحدة سكنية من المشروعات التي تملأ ربوع مصر ومحافظتها سيادة الرئيس لقد قمنا بتحدي التحدي مثل ما تقول فخامتكم دوما لقد تحدى المصريون التحدي ونجحوا وهذا النجاح سيدفعنا لتحقيق نجاحات أخرى تحت قيادتكم نجاحات أبطالها مواطنون مصريون والمستفيدين بها مواطنون مصريون شكرا يا فندم شعاي زنسا في المساهمات يا دكتور عاصم عشان بس يبقى برضو بنذكر كل اللي نساهموا معنا زي ما احنا قلنا كده ان في البنوك ساهمة مساهمة ومزالة بتساهم وانا بوجه لهم الشكر على المساهمات اللي بيقدموها في المشروعات اللي بتتعمل في هذا المجال برضو بشكر طبعا صندوق تحية مصر اللي هو عبارة عن وعاء المصريين كلهم يعني بيقوموا بمساهماتهم فيه وده بيشارك في هذه المشاريع برضو حتى وعناصر وتأسسها ثم طبعا وزارة الإسكانة أو هيئة المجتمعات الامرانية بتتحمل العابة الأكبر عشان نطلع بالحالة أو بالمنظر اللي احنا شايفينه ده انا بس مش عارف احنا في المكان اللي احنا موجودين فيه ما عرفش اللي حوله ده دكتور مصطفى حيبا مخبولة لا لا فيه عندنا هنا منازل أو اسكان بيسموز الزال واحد واثنين وتلاتة مش كده هو 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 كم اوضة كم اوضة يا دكتور اوضة وصالة او اوضة وصالة او اوضة وصالة مش عارف انا عايز اقول لهم نفتح لهم الباب ان هم يتقدموا لينا بطلبات وطبعا مقدمات فلوس يعني بس كن معقولة يعني بحيث ان احنا اقدر انا اقول للفريق محمد زكي زي ما ادتنا حتة الارض دي برضو محتاجين حتة ارض تاني من المعسكرات عشان فيعني لو سمحت لنا محمد يعني فنعمل لهم هم الاثنين وعشرين الف واحدة ايفا ايفا هو امر غريب مش كده لان هم عايشين بالفعل هم عايشين بالفعل ولكن لو هم انا بكلم لو هم عايزين يغيروه لمساكن افضل ممكن اوى دكتور مصطفى ان احنا نعمل لهم نظم تمويل واللي عايز منهم ولو احنا قدرنا بالطريقة ده تنعمل احلال لمنشآتهم لحاجات بالمثل ده هم خمس دوار احنا هنا بنبني عشرة دوار فبالتالي حنبقى لو كانت اتنين وعشرين الف واحدة هنبقى احنا قدرين نعمل اربعة واربعين الف وده في اطار الكلام اللي انا قلته في الاول وبقوله يا كل المصريين اي انسان هيحتاج شقة دكتور مصطفى احنا بنوعده بفضل الله سبحانه وتعالى واحنا ما بنخلفش وعدنا هنوفر له الشقة شكرا جزيلا دكتور عاصم شكرا شكرا جزيلا دكتور عاصم شكرا